دشنا اللواع دروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن أعمال الاجتماع العام الثاني لهائة التشاوري والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير الإخباري بحضور اللواع دروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبية والدكتور أحمد بن مبارك رئيس الحكومة دشن بالعاصمة عدن أعمال الاجتماع العام الثاني لهيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي اللواء الزبيدي ألقى خلال التدشين كلمة أكد فيها أن المعركة مع الميليشيات الحوثية الإرهابية معركة مصيرية لهوادة فيها معركة مفتوحة على كل الجبهات العسكرية والسياسية والاقتصادية وأن هذا الاجتماع امتدادا للجهود الكبيرة التي بذلت مؤخرا لتوحيد الموقف وتعزيز الاستفاف لمواجهة تلك الميليشيات ومشروعها الإيراني الذي يهدد أمن واستقرار بلادنا والمنطقة مجددا الرفض والإدانة لأعمال القرصنة والإرهاب التي تمارسها ميليشيا الحوثية الإرهابية في ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب ومؤكدا الموقف الثابت في دعم ومساندة التحالف الدولي الهادف لحماية هذه المنطقة الحيوية لبلادنا وللإقليم والعالم إن معركة مع هذه الميليشيات الإرهابية معركة مصيرية لهوادة فيها معركة مفتوحة على كل الجبهات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية اليوم هنا في العاصمة عدن يأتي امتداد للجهور الكبير التي بوذلت مؤخرا لتوحيد الموقف وتعزيز الاستفاف لمواقهة تلك الميليشيات ومشروعها الإيراني الذي يهدد أمن واستقرار بلادنا والمنطقة وعليه فإننا نقددها من هذا المقام رفضنا وإدانة الأعمال القرصنة والإرهاب التي تمارسها ميليشيات الحوثي الإرهابية في ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب ونؤكد موقفنا التابت في دعم ومساندة التحالف الدولي الهادف لحماية هذه المنطقة الحيوية لبلادنا والإقليم والعالم اقتصاديا جدد الزبيدية الدعم المطلق لجملة القرارات والإجراءات التي اتخذتها إدارة البنك المركزي لحماية القطاع المصرفي وإنقاذه من تقول وابتساز الميليشيا الحوثية مؤكدا دعمه ومساندته لكافة الإجراءات التي شرعت فيها عددا من الوزارات بنقل المؤسسات الحكومية التي لا زالت تحت سيطرة وسطوة الميليشيا الحوثية إلى العاصمة عدن سياسيا جدد الزبيدي أن خيار السلام والجلس على طاولة التفاوض هو الوسيلة الآمنة لحل كل القضايا وتؤمن المستقبل المزدهر لشعوب المنطقة وفي مقدمتها كل تلك القضايا هي قضية شعب الجنوب التي اتفقت جميع القوى على وضعها في إطار تفاوضي خاص بها في جميع مراحل وأجندات وقف الحرب والعملية السياسية ومؤكدا تمسكه الكامل بها كمنطلق أساسي يضمن حل القضية بما يتناسب مع جوهرها ويلبي تطلعات شعب الجنوب وحقه في تقرير مصيره